شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض صدق الله العلي العظيم هذه الآية الكريمة تتناول إحدى الفضائل الأخلاقية المهمة ويمكن أن نقول إن هذه الفضيلة تمثل مفتاحا من مفاتيح سعادتنا في الحياة في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة وقبل الدخول في البحث نقدم مقدمتين قصيرتين المقدمة الأولى أن إحدى الظواهر المحسوسة والمشاهدة في هذه الحياة هي ظاهرة التفضيل هناك تفضيل في عالم الجماد وهناك تفضيل في عالم النبات وهناك تفضيل في عالم الحيوان وهناك تفضيل في عالم الإنسان القرآن الكريم في آيات كثيرة يشير إلى ظاهرة التفضيل في نشآت في نشآت متعددة مثلا القرآن الكريم يقول ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذه الثمار هذه الثمار متفاضلة ليست بمستوى واحد هناك التفضيل إلهي الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّين على بعض الأنبياء ليسوا في رتبة واحدة وإنما هم في رتب متفاوتة القرآن الكريم يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آدم نبينا آدم عليه الصلاة والسلام له درجة وانخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله له درجة أخرى لا يمكن أن تقاس درجة أبينا آدم مع عظمتها بدرجة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله النقطة الثانية لماذا ظاهرة التفضيل لماذا الحيوان مفضل على النبات والإنسان مفضل على الحيوان وفي الإنسان هناك درجات نحن البشر هل نحن في درجة واحدة كلا هناك تفاوت كبير تجدون واحد ذكي واحد ما عند ذكاء من الذي فضل هذا الذكي على ذلك الذي لا يملك الذكاء الله سبحانه وتعالى ليش هذا التفضيل ألم يكن من الأفضل أن يكون البشر في درجة واحدة هذا بحث طويل يحتاج إلى معالجة مطولة ولكن أشير إلى كلمة واحدة التفضيل عملية ضرورية لتكامل الحياة إذا الحياة ما كانت فيها تفضيل كانت ناقصة الجماد يعترض الآن هذه الجدران تعترض تقول يا الله لماذا تخلقنا جمادا لنكن نباتا زين إذا هذا المنطق يمشي يجب أن نلغي الجماد من الوجود جماد ما لازم يكون لأن الجماد يعترض بعد ما يماكو شجر ما يماكو حجر ماكو بيت ماكو بناء ماكو كل الجمادات يجب أن نحولها إلى نباتات جيد نتقدم خطوة النبات يعترض يقول يا الله ليش أنا نبات أكو هنالك نشأة متقدمة علي زين إذا هذا المنطق يمشي لازم نلغي جميع النباتات من الوجود هذا كون جماد ما بي نبات هم ما بي شامس وقمر ما بي جيد نجي إلى الحيوان الحيوان يعترض أيضا يقول يا الله لماذا خلقتني حيوانا أنا أريد أن أكون إنسانا إذا هذا المنطق يمشي إذن يجب أن لا يكون هناك في الكون حيوان الله فقط يخلق الإنسان وصلنا الآن إذا هذا المنطق يمشي كون ما بي جماد ما بي نبات ما بي حيوان فقط بشر أكو جيد نجي إلى الإنسان إليت تعترض إليت تقول يا الله ليش أنا يد هذه القضية قضية مهمة لأنه الآن أكو شبه عويصة يطرحها بعض المفكرين حول قضية التفاضل وهذه الشبهة من قديم كانت موجودة اليد تقول يا الله أنا ليش يد الرجل تقول يا الله أنا ليش رجل كل الأعضاء تريد أن تكون قلبا فقط أو تكون مخا فالكون تلخص في ماذا في مخ ينبض أو قلب ينبض يصير هالشكل شيء إذا نمشي على هذا المنطق حياة تصبح ناقصة هذا البدن يحتاج إلى يد يبطش بها يحتاج إلى رجل يمشي عليها يحتاج إلى قلب يحتاج إلى مخ يحتاج إلى أعضاء يحتاج إلى شرائن حتى يكون إنسان وإلا إذا ألغينا هذه الأعضاء يتحول إلى مخ جامل في زاوية من الزوايا إذن في الواقع الحياة لا تتكامل إلا بوجود التفضيل والتفاضل هذا مختصر الإجابة على هذه الشبهة المستعصية وندعو التفصيل إلى علم العقائد جيد بعد هاتين المقدمتين نأتي إلى ظاهرة خطيرة تتناولها هذه الآية المباركة وهي ظاهرة التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إحنا البشر متفاوتون الإنسان دائما هذه إحدى الحالات الخطيرة يعيش الآخرين دائما يلاحظ الأخت تلاحظ أختها الأخ يلاحظ أخوه كلما الدوائر كانت أقرب بعضها إلى البعض الآخر هذه الحالة تشتاد النائب يلاحظ النائب الغني يلاحظ الغني الفقير يلاحظ الفقير إذا هناك فقيران أنتم لاحظين جالسان على باب مسجد هذا الفقير يلاحظ الفقير ويتألم لماذا فضل عليه ذلك الفقير في جهة من الجهات أخوان هابيل وقابيل هابيل فضل على قابيل قابيل يقول له لأقتلنك إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك الإنسان يعيش الآخرين يلاحظ الآخرين اللي يعيشون عيش مادية مرفهة اللي لهم بيت أنا ما عندي بيت عند جمال أنا ما عندي جمال عند كمال أنا ما عندي كمال هذه الحالة حالة التمني إحدى الحالات الخطيرة جدا الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لتعيشون الآخرين عيشوا ذواتكم امشي في خطك لتلاحظ الآخرين كيف يعيشون وماذا يصنعون وكم هي مقدار ثروتهم لا تلاحظون ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هذه الحالة خطيرة ليش خطيرة أولا تسلب الإنسان سعادته في الحياة الإنسان دائما يعيش حالة الألم ليش الآخرين أرفع مستوى مني أرفع مقام مني ليش فلان واحد عنده سيارة أنا ما عندي عنده ثروة أنا ما عندي يدمر حياة الإنسان وينتهي بالإنسان إلى الكآبة الآن إحدى أمراض هذا العاصر من الأمراض المهمة حالة الكآبة القلوب ميتة البسمة مو موجودة على الشفاه الفرحة مو موجودة في القلوب إحدى عواملها المهمة مسألة العيش في الآخرين إنه ليش أنا فاقت هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية اللي هي أخطر من هذه المشكلة الأولى أنه البداية حالة تمني هذا التمني يتطور إلى حالة حسد يحسد من الآخرين حسد مستبطا في القلب بعدين الحسد المستبطا يتحول إلى حسد ظاهر بعدين الحسد الظاهر يتحول إلى فساد وإفساد الإنسان كل دأبة يكون التنقيص من الآخر المتفوق عليه في جهة من الجهات غيبت تهمت نميمت تسقيط اجتماعيا إحدى الظواهر الخطيرة الموجودة ظاهرة التسقيط ليش تسقيط لأن هذا يشوف إفلان واحد متفوق عليه يحاول يحطم أنا أنقل لكم نموذجا تاريخيا نموذجين تاريخيين متقابلين لا تصورون هذه قضية الآخرين هذه قضية كل واحد منه كان أحد النواب نواب الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح الحسين بن الروح أو روح هذا أصبح النائب الخاص للإمام المهدي هناك شخصان لاحظوا الموقفين الشخص الأول النوبختي النوبختي شيخ المتكلمين في بغداد له وجاه في الدين والدنيا وكان يترقب أن يكون هو النائب الخاص للإمام المهدي هالشكل اجتماعيا كان مطروح وإذا بالإمام الحجة ينتخب شخصا لعله مغمور أظن كاسب كان ينتخبه للسفارة الخاصة الآن ما هو موقف النوبختي الناس يجوا أكو ناس يحركون الناس دأبهم التحريك ليش ليش فعل هذا العمل ليش ذاك عنده أنت ما عندك لماذا انتخب الإمام المهدي الحسين ابن الروح لو الروح ما انتخبك لاحظوا الكلمة قال هم أعلم ومختاروه هم يعلمون ليش الله خلقني هكذا الله يدري الله حكيم ليش أعاني هذه المشكلة في حياتي الله حكيم هذا هو منطق المؤمن ليش أعاني هذه العاهة الله حكيم انتخب لي هذا الطريق وهذا الخط يجب أن أسب لاحظوا منطق المؤمن هم أعلم ومختاروه ثم قال كلمة لطيفة قال أنا إذا كنت أعلم مكان الإمام الحجة المنتظر أعرف مثلا في فلان بيت أنا أواجه الخطوط الأخرى التيارات الأخرى الذين ينكرون وجود الإمام المهدي وضغطتني الحجة يعني في مقام الاحتجاج وصلت إلى طريق مسدود أنا يمكن أدل الناس على مكان الإمام الحجة ربما أقول أيها الناس تنكرون هذا الإمام الحجة تعالوا نشوفه في البيت الفلاني الكذائي ولكن الحسين بن روح إذا الإمام الحجة مضمون كلا مكان تحت عبايته وقرضوه بالمقاريض حتى يدلهم على مكان الإمام الحجة ما دلهم فهو أفضل مني أنا يمكن أن أدل وأكشف السر ولكن الحسين بن روح بيمكن أن يكشف السر هذا كلام شيخ المتكلمين في بغداد وجه الشيعة في بغداد هم أعلم وما اختاروا الموقف الثاني موقف الشالمغاني الشالمغاني كان واحد مقدم في أصحابنا من العلماء له كتب هذه الكتب ملأت البيوت وبيوتنا منها ملاء عند كتب عالم عندما الإمام الحجة انتخب الخسين بن روح ومن انتخبه تغيّر وبدأ الحسد يدب فيه تدرون إلى وين انتهش المغاني؟ راجعوا سفينة البحار حتى ظهرت منهم مذاهب رديّة وترك المذهب الحق وانتهى إلى صدور اللعنة والبراءة منه من قبل الناحية المقدسة هاي عاقبت الأخروية عاقبت الدنيوية من السلطان في بغداد أخذه وصلبه فخسر الدنيا والآخرة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ما هو الموقف للرجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنساء نصيب ممّا اكتسبوا تحرّك المواهب اللي الله تعالى أعطى كل واحد الله أعطى موهبة يمكن الله واحد يعطي لواحد جمال ويعطي للثاني كمال يمكن واحد الله تعالى يعطيه موهبة معين للثاني الله يطيل موهبة ثانية استفد من هذه الموهبة يمكن واحد يكون ذكي ولكن مو دقيق ولكن الآخر دقيق وإن لم يكن ذكيّا فيمكن أن يستفيد من دقة إهنان قريب الحرم إن شاء الله زوروا المحقق القمّي من كبار علمائنا في مقبرة شيخان ومجرّب طلب الحوائج عند قبره ولنا قضايا متعددة في ذلك من علمائنا الأخيار الزهّات هذا ما كان ذكي كاتبين في حياته ولكنه كانت دقيقا استفد من دقتك وبهذه الدقة التي كان يمتلكها حكم الحوزات العلمية يمكن ثلاثمائة عام المحقق القمّي استفد من الموهبة التي الله أعطاك وانمو واصعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا اكتسب تحرك هذا الجانب والجانب الأخير هو الجانب الغيبي واسألوا الله من فضل إلجأوا إلى الله سبحانه إذا كان هناك قصور في حياتكم مشكلة في حياتكم اطلبوا من الله سبحانه وتعالى الطلب من الله كلش مهم انتوا الآن في سفرة الطلب انتوا جايين إلى كريمة أهل البيت انتوا جايين إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه اطلبوا واسألوا الله هؤلاء أبواب الله اسألوا الله من فضله قولوا اللهم اني اسألك من فضلك واذا بكم تجدون ان الله سبحانه وتعالى غير الحالة السؤال من الله والطلب من الله جدا مهم اظن انه في الكافي الشريف انه رجل كان يريد ان يتزوج تفصيل القضية بالكافي وما كان يتمكن من ذلك فسأل الامام صلوات الله عليه فقال له الامام قل اللهم اني اسألك من فضلك وفي احاديثنا انه اسأل الله من فضله بين الطلوعين هذا وقت جدا مهم لا تنامون في هذا الوقت بين طلوع الفجر الى طلوع الشامس في ذاك الوقت اسألوا الله من فضله الله يفتح عليكم الابواب هناك رواية اختم بها الحديث رواية جدا مهمة يأتي هناك رجلان او شخصان يوم القيامة مؤمنان صالحان طيبان اعمالهما في الدنيا كانت على نسق واحد اثنين هم يصلون صلاة الليل اثنين هم ملتزمين بالفرائض بالنوافذ في درجة واحدة في الدنيا ولكن واذا بأحدهما الله تعالى يعطيه درجة في الجنة والثاني الله يعطيه درجة اعلى وفي بالي انه في الرواية بين الدرجة والدرجة كما ينظر احدنا الى النجمة في السماء هالشكل التفاوت في الدرجات هذا اللي في الدرجة الدنيا يقول لله تعالى يا الله لماذا هذا التفضيل احنا عملنا في الدنيا كان واحدا الله تعالى يقول له لأنه سألني ولم تسألني الطلب من الله التضرع الى الله السؤال من اولياء الله سبحانه هذا جدا مهم كل ما يخطر على بالكم اطلبوا منه فانهم معدن الرحمة والكرام والعطاء والجود وكل ما ما يخطر على بالكم من الخيرات ايضا اطلبوا يعني فوق ما تأملون وفوق ما تتوقعون هم اهل الجود والعطاء والكرام ان شاء الله في هذه السفرة تأخذون من الامام الرضا صلوات الله عليه ومن ساحة كريمة اهل البيت جميع ما تأملون وفوق ما تأملون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر